السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بهارات النهاردة ان شاء الله هنعمل الكحك هنعمله على السخن كل سنة وانتوا طيبين ويا رب عيد سعيد على الجميع ان شاء الله كنت عملت معكم الكحك قبل كده على البارد ان شاء الله سيب لكم الرابط في الوصف نبدأ نشوف المكونات والطريقة معايا كيلو دقيق ونص كيلو سمنة ربع كوباية سمسم محمص و16 جرام بيكنج بودر وربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر البودر و200 مل مياه ولو انت حابة تستخدمي راحة الكحك سواء البودر او السيلة او الفانيليا حاولي تستخدمي رواقح تكون متكونش مركزة قوي علشان ما تغيرش راحة وطعم الكحكاية ولو انت مستخدمة سمنة بلدي طعمها حلو ونوعيتها كويسة مش هتحتاج ان انت تحطي اي رواقح للكحك انا النهاردة هعمله من غير اي رواقح خالص هنبدأ في الطريقة معايا كيلو دقيق منخول وحطت عليه السمسم والسكر البودر وبنقلبه وبنسيبه على جنب ومعايا 200 مل من المية مية عادية من الحنفية ما تكونش بردة ولا سخنة وبقلب فيها ربع معلقة من الملح وبسيبهم برضو على جنب هي والبيكنج بودر هنستخدمه بعد شوية هحط الديق بتاعي في حاجة تكون واسعة شوية علشان السمنة آآ ما تفرش مني وفي الوقت ده بكون حطة السمنة على النار بتقدع حاول ما تقدحاش كتير عشان لونها ما يتغيرش وطعمها برضو ما يتغيرش يعني دوب خمس دقائق بس على النار تسخن كده وبتحطها على الديق بالشكل ده شايفين بتفر ازاي يعني لازم تحطها في حاجة تكون واسعة شوية علشان ما تفرش منك خارج الطبق وبنقلبها بمعلقة آآ خشب لحد ما تهدى شوية لو انت حتبس الديق بأيديكي بتسيبه لحد ما ايديكي تتحمل الحرارة وتبدأي تبسي في الديق والسمنة مع بعض انا هستخدم العجان هنبس الديق كده مع السمنة ودي اهم مرحلة علشان تاخدي كحكاية تكون نعمة جدا شايفين ما شاء الله قوام العجينة وصل للمرحلة دي يعني بقى سايل خالص ما ينفعش يتشكل في الوقت ده بيكون الحرارة بتاعت السمنة هدى شوية بتحط البكنج بودر يعني لو انت برضو هتبسي الدقيق والسمنة على اديكي بتفضل تبسي فيهم لحد ما توصل العجينة قوامها يبقى ناعم جدا معاك بالشكل ده وبعد كده بزود المية اللي احنا دوبنا فيها الملح حاول تدوب الملح في المية علشان ما يبقاش محبب كده في الكحكاية ويبقى طعمه بايا وبنحط المية مرة واحدة كده بالشكل ده وبتلف بس العجينة لمدة دقيقة واحدة ما بنعجينش كتير وحاولي ما تزوديش المادة السيلة عن المتين ميلي سواء هتحط مية او حليب لان ده بيخلي الكحكاية بتبقى خشنة معاك يعني لو انت زودت المية الكحكا هتبقى خشنة معاك شايفين قوام العجينة لو احنا زودنا لها كمان كباتين مية هتقبلهم عادي بس هنخرج بقى من نطاق الكحك النعم هندخل في المعجنات يعني هتبقى الكحكاية مش نعمة معاك خالص فحاولي ما تزوديش خالص عن المتين ميلي مية ولو انت اهتمت بالمرحلة الاولانية اللي هي بس الدقيق مع السمنة كويس جدا وصبرت في المرحلة دي لحد ما توصل العجينة تبقى طرية مش هتحتاجي اكتر من المتين ميلي والعكس صحيح لو انت ما هتمتيش بالمرحلة ديت وكروتي البس بتاع الديق مع السمنة هتجي تزود المية هتلاقيك العجينة بتاعتك لسه محتاجة مية اكتر فحاولي تهتمي بالخطوة الاولانية اللي هي بس الديق مع السمنة كويس جدا جدا وبعد كده مش هتحتاجي اكتر من المتين ميلي مية شايفين ما شاء الله العجينة بتاعتنا جميلة جدا وطرية ونعمة لما تيجي تشكلها كده هتلاقيها معاك نعمة وفيش فيها تشاؤقات ولا حاجة هو ده القوام المزبوط لك حكاية شايفين العجينة ما شاء الله نعمة ازاي وجميلة بفردها كده على الرخامة وبقلبها بأيدي عشان هتأكد ان كل حاجة اندمجت مع بعضها اه وبسيبها تهدى شوية لمدة عشر دقايق مش بخمر ولا حاجة انا بس بسيبها تهدى شوية عشان السمنة اللي فيها لسه سخنة وطبعا قبل ما تبدأي في عجن الكحك بتكون مجاهزة الحشو بتاعك المكسرات بتكون محمصاها ومقشراها والملبن بعجنه بمعلقة كبيرة من السمنة ولو انت حابة تحطي المكسرات على الملبن بتعجينيها معاه بتجروشيها كده خشن شوية وبتعجينيها مع الملبن ومع علاقة سمنة وبترجع تكوري الملبن كور صغيرة يعني حجم كل كورة كده تقريبا عشر جرام وبتكون مجاهزة الحشو بتاعك قبل ما تعجيني ولكل كيلو دقيق بيحتاج نص كيلو ملبن ومية جرام من المكسرات سواء هتجروشيها او هتحطيها سليمة زي ما نحعمل في الفيديو كده وببدأ اكور العجنة بتاعتي انا بحب اقطع العجنة بتاعتي بالميزان كده علشان الكحف وكل يبقى مقاس واحد العجنة تقريبا وزنها خمسة وعشرين جرام وقطعة الملبن عشر جرام وبتاخدي قطعة كده من العجن وبتتعامها بأيديك شوية وبتفتحيها زي ما انت شايفها في الفيديو وبتحطي الكورة بتاعت الملبن وبتحطي المكسرات سواء حبيت بندق او حبيتين زي ما انت عايزة او انجمل وطبعا المكسرات بتاعتنا متحمصة ومتأشرة زي ما انت شايف وبترجعي تقفلي العجنة كويس وتقوريها بالشكل ده دي المرحلة الاولانية بعد كده حتيجي بقى تنقشيها سواء حتستخدمي البصامة زي ما عملت كده او حتنقشيها بالمنقاش انا هوريكي بس انا هعمل نص العجنة بالمنقاش والنص التاني بالبصامة عشان بس اوريكي ان النقشة بتاعتنا هتفضل ما شاء الله زي ما هي مش هتسيح ولا هتفرش ولا حاجة بعد ما بنخبزه وده بيدل ان العجنة بتاعتنا نجحة وجميلة وتطلع معاك نعمة ان شاء الله شايفين ما شاء الله بتتنقش ما شاء الله بالمنقاش مش بتلزق في المنقاش ولا حاجة العجنة جميلة ومزبوطة طالما اتبعتي الخطوات اللي انا قلتلك عليها والمراحل اللي احنا قلناها في الفيديو بتنقشي بالطريقة دي في كذا نقشة على زوقك زي ما انت حبي انقشي زي ما انت عايزة الطريقة دي جميلة جدا بتعملي كده عزي علامة زائد في نص الكحكاية بعد ما بتكوريها وبعدين بتعملي رقم تمانية كده في كل ربع من الكحكاية طريقة سهلة جدا وشكلها جميل نعمل كمان واحدة شكل تاني بتعملي كده بالمنقاش خط في النص وبعد كده بتعملي بالورب كده نقشات تاني والناحية التانية بتقليب كحكاية وبتعملها برضو بالورب بيديكي ورقة الشجر بالشكل ده انا عملت الشكلين دول هتحعمل نص العجنة بالبصامة ونص التاني بالمنقاش شايفين ما شاء الله العجنة بتاعتنا جميلة جدا وسالسة تخلص الكمية كلها وبتكون مسخنة الفرن على درجة حرارة مية وتمانين وبتحطي الصاج بتاعك في النص على الشبكة وبتشغليش الشواية خالص يا دوب بس بتشغلي الفرن بس من تحت على النار متوسطة زي ما قلتلك وبياخد تقريبا عشرين دقيقة لحد ما تلاقي الكحكية كده بتتحرك في الصاج ولونها خد اللون الورد الجميل كده من تحت بعد كده بتطلعيها وبتسيبها تبرد خالص ما تحطش على سكر البودور طبعا غير لما بتبرد خالص شايفين ما شاء الله النقشة بتاعتنا زي ما هي بعد الكحكة مستوى ما فرشدش ولا راحت ولا حاجة والكحكة بتاعتنا جميلة ونعمة ان شاء الله لو اتبعت الخطوات اللي انا قلتلك عليها في الفيديو هتلاقي الكحك بتاعتك نعم و جميل جدا الكحك سهل جدا مكونات بتاعته بسيطة عبر عن دقيق وسمنة ومية او لبن شايفين ما شاء الله الكحكة يا دوب اول ما بلمسها التسويب بتاعتها جميل ازاي نعمة و جميلة والملبن ساح جواها والمكسرات ما شاء الله ان شاء الله لما تجربت طريقة هتعجبك جدا جدا وكل سنة وانتوا طيبين وهتسعيد على الجميع ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة واسبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته